اشتركوا في القناة اول شي بنا قلليك الفابروك البوست الجديد لليوم كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل المواقع الالكترونية عم تحكي عن بوستك الجديد بتالي لبان الفابروك لقليك وخبرينا اكتر كيف تلقيت الخبر ما عم بسمع كتير منيح ساج ما باسلي ما عم بقدر اسمعك منيح كيت عم بقليك كيف تلقيت الخبر لحظة اعلان البوست الجديد لقليك بتالي لبان سارج هي الحقيقة مغلا تسألني كيف تلقيت الخبر بدك تسألني باي مفتلة هيدا البوست لانا يمكن كتار صارو بيعفو انه انا كنت بيتليفزيون البن اخر بوست باي مدير اخبار يعني لا اخر 17 سنة صحيح بعد 31 سنة من العمل بيتليفزيون البنين وكان مفروض انه المنطق بقول انه كان انه وقت البدريس لعمودي الاخبار عالتقاعد مفروض انه كنت انا استلم محله بس كان في اعتبارات سياسية طائفية وهالا اعتبارات حالي تدون انه انا استلم هالموقع وانتظار زميله لقلي موقع مديرية الاخبار بالوقت انه الكل بيعرف انه انه الاحقية انه مفروض تكون لقلي وعتبر انه هيدا الشي ما كان منصف لقلي مع احترامي اكيد ومحبتي لزميلتي وتقديري لقلي بس كمان انه مفروض تكون انا كمان اخدي حقي بها المديرية فهو كان في موقع شغل بالتليفزيون وحسنت انه ممكن اكون انا به هالموقع يلي هو مفاعد مدير عام رئيس مجلس الادارة ممكن اكون انا هيدا الموقع بيجي سمي لانه بدت تكون عم تطعط اخبار وبدتكون عم تطعط برامج وبدتكون مش تقريبا على كل شؤون مؤسس التليفزيون فارتقى رئيس مجلس الادارة انه كن بهالموقع وانا اعتبرت حالي انه ممكن هيد تكون قم صفت ورجعت اخذ حق بعد واحد وثلاثين سنة بتليفزيون ويكون بعض ضمن المجال الاعلامي وحايتها شؤون التليفزيون بشكل عام وهيك صار بس ما كانت هايمة يعني كان فيه شوية اشكالات وكان فيه شوية اعتراضات وعقبات بس مهم النتيجة يعني اكيد صحيح صحيح نعم مهم النتيجة هي اهم شي المهم النتيجة صحيح طيب هل من بعد استلامك لهالبوست سيكون فيه نهضة جديدة برامج جديدة على التليفا المفروض انه ما نكون عم ندير ازمة بالتليفزيون والمفروض انه فيه بلان حاطينه مع رئيس نجدارة ونكون عم نشتغل عليه وصراحة فيه عدة افكار وعددة برامج بلشنا نشتغلها ان شاء الله نبلش نعم الفرق بس انت تعرف زروف تليفزيون البنين مثل زروفها البلد يعني العقبات كتير كبيرة العقبات المادية وموازن التليفزيون البنين بعدها ما تغيرت ابدا يعني صارت انجا بتكفي نشتري فيها موضوط للمحطات فهيدي المشكل الكبير اللي عم تعطرتنا ولكن ضمن الموجود رح نجرب نعمل شي ورح حاول ونحاول نحنا والمسؤولين الاسماجسي دارة والزملاء انه نجرب انه نبين الفرق نعمل ولانه الفرق صغير نجرب نعيد بالقليلة هالتليفزيون للموقعه على الخريطة الاعليمية اللي اللي لنا زمان منه بانه نرجع نسترجعه طب لح تبقي بموقعي كمقدمة لأكيد نشرات الاخبار لا 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 صراحة انا تركت الاخبار نهئيا هلأ بموقعي صرت موقعي كمساعد مدين عام انه في اشراف على الاخبار ولكن رح ارجع طلع الشاشة رح اعمل بروغرام سياسة اجتماعي ارجع طلسية على شاشة تليفزيون لبنان انه ما رح كون غيبة عن الشاشة ولكن مش ضمن هايدا خبر حلو يعني في برنامج جديد وفي تفاصيل جديدة وقصص ما بنعرفها وش هشفوا البرنامج التفاصيل بعد عم نشغل عليها واكيد انت رح تكون اول واحد رح تعرف سيا ولكن خطوط عريضة انه برنامج اجتماعي سياسي وطبعا يعني بواكب التطورات والمشاكل اللي عم نعيشها كل يوم بهالبلد فمن هالباب يعني انا رح يكون عندي اصالي على تليفزيون على الشاشة ما رح غيب ولكن مش ضمن نشرات الاخبار وطبعا يعني بدي يكون هيدا عم ياخد جهد مضاعف لانه كمانا ما بخبرك شو عنا مشاكل بتليفزيون لبنان وشو فيه مسؤوليات كبيرة وشو الوضع صعب والمسؤولية يلي حس فيها كتير كبيرة صحيح العالمية نادة صليبة ألف مبروك لأليك عن جديد وان شاء الله يا رب على وقتك نشوف تليليبان بعد بصورة اجمل ومتطور اكتر شكرا لأليك على هذا الاتصال شكرا